الشيخ مؤدب و كل إنسان يعني في الشيخ يرى أنه خاصي له لحسن خلقه مع الناس ويقول لم يفتح الله علي في شيء مثل فتحي لي في تكيل عقول الناس قل إذا تكلمت الإنسان فهمت يعني درجة عقله ويعامل الناس كما ينبغي وكل إنسان يرفق به ولا يقابل إنسان بما يكره ولا يتكلم فيما لا يعنيه بس لا يرضى من أحد أن يغتاب أحدا في مجلسه ما عنده تطلع للتزيد مشغول بالفكر في عويصات المسائل في جمع الآيات لا يفكر لا يفكر في المال ولا في اللباس ولا في الطعام يفكر في العلم يفكر في الأمة ترجمة نانسي قنقر